روح نبتدي معنا بأهم قضية يا جماعة يمكن الجمهور الزمالكاوي اللي بتفرج علينا دلوقتي مهتم جدا بفكرة اللعيب الجديد والعيب اللي جاي والعيب ولكن احنا مهتمين اكتر بفلوس الناس فلوس الموظفين الغلابة اللي موجودين داخل نادي الزمالك اللي فاضل تلات ايام على قبض الشهر وانتوا عارفين كمان يا جماعة ان مستر فريرا العمل كفرة كبيرة في التدريف في مصر يعتقد اجروا من خلال تحويل بنكي بالدولار وبالتالي ايضا لن يستطيع نادي الزمالك انه يدفع راتب مستر فريرا بعد تلات ايام وده هيبتدي يعمل مشاكل داخل نادي الزمالك بجانب ايضا العمال الغلابة اللي بينتظروا بفارغ الصبر بداية كل شهر عشان اللي عليه ديون بيسددها اللي عليه فلوس بيتفحها اللي عنده بيت عنده أسرة خصوصا في الشهور اللي احنا فيها دي دي بداية المدارس يا جماعة وداية الجامعات ودي شهور صعبة جدا على الأسر المصرية وبالتالي لابد ان يكون هناك حل في موضوع الحجز على النادي لان كل حاجة بتتوقف فاضل كمان يمكن اسبوعين وباب القيد هيتقفل احنا كنا بنأمل في جلب صفقة او صفقتين او ثلاثة جدات كل حاجة بتتوقف بسبب عدم موجود مال وبسبب الحجز على نادي الزمالك بفلوس نادي الزمالك اللي موجودة في البنوك السيد محمد والله يا كابتن خالد انا يعني انا ممنوع من الانفعال بقالي فترة بامر الاطباء يعني ربنا ديك الصحة لكن انا حزين والله ومش كل مرة هطلع انفعل بسبب موضوع عباس يعني بس انا حزين لان انا شايف صورة قدامي مؤلمة يعني العامل او الموظف الناس دي خالد بسطاء جدا يعني بيفرق معاهم الالفين والتلات تلاف جنيه حرام ده كانوا هيقبضوا بكرة التمانية وعشرين دايما كان بيقبض يوم تمانية وعشرين لما القبض يتأخر يبقى يوم واحد في الشهر يعني ممكن يؤخر مثلا اي حد يكون مرتبه كبير شوية يعني فوق العاشر تلاف ولا الخامس تلاف ممكن يوم واحد في الشهر انما الالفين والتلات تلاف اللي هما تلت اكتر من اربع تلاف عامل وموظف دول يوم 28 بيقبضوا وبعدين لا تنسى ان المستشار مين عمل في انديت مصر كلها انه بقى يعمل علاوة مرتين من ساعة حرب باوكرانيا وروسيا وارتفاع الاسعار غير ان كمان ما بناخد بطولة بيدي شهر ده انا بقول له حدوثك الحاجات اللي هي السبتة يعني انت ما بيديك علاوة هي بتكبر مرتبك الشهر الجاي 200 جنيه زاده 400 جنيه زاده فالناس بتبقى مرتبة نفسها على كده يا خالب واحنا كلنا كنا زمان من قسر متوسطة وعارفين ان البيت بيترتب على مبلغ بييجي اول الشهر سايا فا يعني انا حزين جدا لان ممضوح عباس النهاردة بيتزعم حزب اعداء النجاح النهاردة يعني انا فاكر من 20 سنة كان حد ناجح جدا في مصر كنت انا في مكتب مصطفى امين فبيقول لي مصطفى امين بيحربوني كتير المصر المرتضى منصور يمكن شاف كلامك عن طبعا استاذ محمد رفاعي فانا احبنا برضو نوري للناس ان برضو المصر مرتضى منصور كرمه هو عايش وده حديقة الكابتن محمد رفاعي وهو عايش يعني الحديقة دي يا جماعة مش اليافطة دي تحطت بعد موته لا دي كانت متواجدة اثناء حياته وكان ليه معاش شهري معاش شهري ايه انا اه وابن الكابتن رفاعي كمان بيعمل في قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك هو ده نادي الزمالك طبعا انا شفت كمان عمر النور لما كان بييجي النادي يعني يمكن الجيل الحالي ده هو كمان اللي فاضل لنا كمان اه يعني قلتنا برجيلا كانت عمر النور ده يتزمه خفيف لسه شايفه جيدا جيدا مريب وابنه كمان على فكرة كان بيعمل في نادي الزمالك ايوة ايوة انا شبته من سنتين مستشار كان يعني اعمل له برضو حاجات لانه عمر كان ظروفه فالجيل اللي موجود ما يعرفش مينه عمر النور يعني ما شافش عمر النور خالص ها الجيل دي مخدتش فلوس خالص والله يا العزيم كان عقدة الاهلي كان عمر النور يا كابسر خالد ده كان بياخد الكرة في ثانية بيبقى ويروح رافع الكرة حمد امامي نبيل نصير ييجي عادي محصن ييجي لا الناس دي يعني فالمستشار مرتضى اه اه الوفاء وانا قلت قبل كده لحن الوفاء انا ما بقولش كلمة وابقى مش مدرك معناها انا شغلتي خمسين سنة في الكلمة يعني اشتغلت حياتي كلها بتعتمد على الكلمة صحيح فلما قلت مرتضى ومصور لحن الوفاء انا ما كنتش بهرج ولا بهزر لما بقول لحن الخلود لان اسمه حيظل رئيس التاريخ في نادي الزمالك فمرتضى عمل مع نجوم الزمالك الصراحة في حياتهم انا يعني مرضيش اقول المعاش ومرضيش اقول النوعين ابنه الحاجات دي لانه مرتضى اللي عمله هو اللي يقولها واخبار حضرتك انما الحاجات دي حصلت معه ومع غيره صحيح فانا بقى نرجع للاستاذ ممدوح حباس وانا قلت قبل كده انا بحترم شخصه لكن انا بتكلم على سلوكه كرئيس نادي اساءة الى تاريخه ويا اخي خليك راجل لرجل مع مرتضى منصور يعني انت في مشكلة مع مرتضى منصور او مرتضى منصور بيعمل ارتكالي لبعض الشخصيات منها ممدوح حباس منك له دخل نادي الزمالك ايه يعني الصفقات يعنيش معنى التوقيت بتاع الصفقات والمرتبات ظهرت حضرتك تمالجان كانت موجودة سنة والمجلس موقوف ات لو ليك فلوس ما روحتش طلبتها ليه ساعتها منهم يبقى دي مكايدة مكايدة وده شغل ضرائر بقى ده اللي بيحصل ده شغل ضرائر انما بيفكرني مثلا بنادي ما جابش صفقات وزي العانس كل شوية تقولك انا جالي مهندس انا جالي دكتور انا جالي بتاع النادي التاني عملوك ده برازيلي ده مش عايف واحد منين واحد كل شوية اجيبولك صفقة اهمية فانا عايز بس يا استاذ ممضوح احنا محتاجين نعمل الصفقتين طب بلاش الصفقات طب محتاجين للناس الغلابة دي يا اخي يا اخي انت بقلبك مفيش رحمة يا اخي ما هو واتقولك معاه حكم قضائي احكام القضاء يا خالد على دماغنا من فوق واحكام القضاء بلنعزها ونجلها جميعا ولكن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قال ايه قد يأتي احدكم الى القاضي وهو الحن في حجته من خصمه يعني معاه ورقتين ولا معاه حاجة واخبالك التاني صاحب الحق يخص فيقوله ايه فيحكم له القاضي ولكن حكم له بقطعة من النار انت اه استاذ ممضوح مش همك الاخرة مش همك قطعة من النار لو الحكم ده مرتدى منصور بيكسم واحنا كلنا كجمهور الزمالك نعلم ان لو ليت جنيه هتاخده لو فعلا ليت جنيه المستندات والورقة يا خالد موديل خصم الالحم في حجته قدام القاضي فاستاذ ممضوح رحمة رحمة بين عمال والفلاحين والصفقات ومرتبات المدربين الاجانب وبعدين بقى انا ناشد سيد الرئيس سيد رئيس الوزراء سيد وزير الشباب الناس الغلابة دي هتعمل ايه